عدد كبير من متابعيني عم يستنوا مراجعتي لنيت فور سبيد هيت لسببه إما أنه عم يستنوني انتقده وطالع فيه سلبيات الأرض وأعطيه تقييم منخفض مشان ينبسطه أو أنه عم يستنوني قارنه بفورزا هورايزن مشان ينطوله بالتعليقات يقولولي لا نيت فور سبيد هي الأصل بس اتطمنوا لا الأولى راح تصير ولا التاني سلام عليكم حياكم الله جميعا بمراجعة لعبة نيت فور سبيد هيت اللعبة اللي بتبدأ معك بداية حماسية فعلا ذكرتني بأسلوب أحد الألعاب اللي بتشدك فيها من أول ثاني طبعا أنا أصدي أنت شارتت فور بعدين راح تعطيك الحرية باختيار سيارتك وشخصيتك اللي بتبدأ فيهم مغامرتك بقصة بسيطة وأحداثة جدا عادي القصة عم تتناول جانب ديرتي كوبز أو اللي هني الشرطة القزيرين اللي بيستخدم شارتهم لأعمال شخصية مخالفة للحكومة وعنرغم أنه الفكرة حلوة قصتها إلا أنه طبعا كالعادي ما فيها أي شيء بشد ولا حواراته حلوي ولا شخصياته مهمة ولا أصلا فيها اعتناء بعنصر القصة والكتابي لأنها لعبة سيارات بالأخير يعني أكيد ما راح تبحث فيها عن قصة إذا أنت مشتري نيت فور سبيد هيت عم تبحث عن قصة فما بعرف شو بتقولك لأنه أي واحد بيلعب لعبي مثل هاي أكيد راح يبحث فيها عن جيم تلاي حلو وبيئات لعب حلوي ولو نجحت بها الشيء فهي أكيد لعبي ممتازي ونيت فور سبيد هيت نجحت بها الشيء هذا وبشكل مثير للاهتمام أيضا مع بعض الملاحظات البسيطة في أربع سلبيات من لعبة نيت فور سبيد بايباك حاولت اللعبي هاي التخلص منهم الأولى هي الحاجة إلى السرعة نفسها أو النيت فور سبيد بحيث أنه مع بايباك كنت تشعر أنه السيارة ما لأ أي سرعة لطالما أنك مانك عم تستخدم النايترو أما الثاني فهي ميكانيكيات الدريفت أو التفحيض اللي بشكل عام كانت سيئة فعلا لو قرنناها مع ميكانيكيات لعبي ناجحة مثل هجولي أما السلبية الثالتي فهي شاشات التحميل الطويلة جدا والمزعجة بشكل مستفز والسلبية الرابعة هي الأشياء اللي بتشتريها بمصاري حقيقية أو المايكرو ترانزاكشن وهون بدي أعطي تحية كبيرة لهذا الأستوديو اللي استمع لمطالب اللاعبين وقدر بشكل ما يتخلص من كل هالمشاكل ابتداءا مع أول سلبيتين اللي بيخصه الجيم بلاي فالأستوديو هذا قدر يحسن الجيم بلاي لدرجة أعطتني إحساس أركيدة ممتع جدا خلاني استمتع حتى مع أسلوب التقدم اللي ممكن أوصفه بكل الأوصاف بالدنيا إلا وصف جيد لما بتسوق السيارة بتحس حالك سريع جدا ولما بتستخدم النايترو بتحس حالك طاير والتحكم رح يصير أصعب شوي خصوصا عند الالتفاف وهون رح يجينا الدور على الدريفت أو التفحيط اللي تحسن بشكل ملحوظ بهذا الجزء وبتحس السيارة صارت مرنة أكتر أكيد مو أفضل من وزنية التفحيط بجران توريزمو سبورت مثلا بس استيل ما ضرت حدي أيضا اقتبسوا أشياء متنوعة من ألعاب أخرى ناجحة مثل التكسير مثلا وأنه عندك كتير أشياء بالعالم قابلة للتكسير ولما بتمر منها بتنكسر بدلا ما توقف لك السيارة وهي طبعا من الأمور اللي تميزت فيها لعبة فورتنايت صراحة يحسب لهم أنه نحاولوا التحسين بل وحسنوا وطلعوا بمنتج حسسني أنه بيحترمني وبيسمعني لما بانتقد أما بخصوص السلبية الثالثة فهي بتخص شاشات التحميل اللي قل الانتظار فيها بشكل فعلا كبير وعندك مجموعة بيوت فينك تفتحها لحتى تتنقل بيناتهم بالفاست ترافل وهذا أنا فينا سميه فعلا فاست ترافل لأنه انتقال سريع هالشغلي هاي قدروا بجدارة يتفوقوا فيها على منافستهم بهذا الجيل The Witcher 3 أما السلبية الأخيرة تبع المايكرو ترانزاكشن فاللعبي هاي خففوا فيه المايكرو ترانزاكشن بشكل جدا كبير لدرجة أنه اختفى نعم عزيز المتابع نحنا وصلنا لزمن أنه EA عم تنزل فيه لعبة سيارات بدون مايكرو ترانزاكشن ولعبي أخرى بتركز على القصة بشكل كامل وهو أساسه بنفس الوقت بثسدة عم تعمل لعبة أونلاين فيها مايكرو ترانزاكشن وفيها اشتراك بمئة دولار فعلا سدق اللي قال اعيش كتير وحتشوف كتير لكن لا تخلي ذكر مميزات اللعبي وحل المشاكل والعيوب اللي كانت موجودة بـ Payback تخليك تظن أنه هاي اللعبة ما فيها عيوب فاللعبة هاي حافظت على بعض مشاكل الجزء الماضي مثل أبرز وحدي المناطق المبكسة لهاي اللي ما بتظهر تفاصيلها إلا بعد فترة وحتى في بعض المناطق كنت وقف عندها وقول يعني أيمت إن شاء الله ناوي تطلعها يا تفاصيل بل وطلعنا هون بمشكلة جديدة كليا واللي هي أسلوب التقدم اللي ذكرته قبل شوي بنقطة الـ Gameplay صراحة الأسلوب هذا ما خلاني فكر أبدا أني اندمج بالأحداث حتى لو ها فكرت أني خلينا نشوف القصة شو عندها لأنه بين كل مرحلة ومرحلة بالقصة رح يطلبوا منك أنك ترفع الليفل لحتى تقدر توصلها من خلال لعب أحداث ونشاطات وسباقات منوعة بعالم اللعبي هلا هاي مو مشكلة بحد ذاتها لكن المشكلة أنه الأسلوب هذا جدا ممل وبيخليك تحس أنك أنت مارك عم تعمل النشاطات مشان المتعة بل عم تعملها مثل الوظيفة اللي رايحلة غصبا عنك كان من الأفضل يخله القصة لحالة بتخلصها بشكل منفصل والأحداث والنشاطات لحالة لأنه النشاطات نفسها فيها تنوع كتير طيب عندك بيلبوردز بتطير وبتدمرها وحمامات بتدور عليها بتكسرها في عندك الجرافيتي أو الرسمات هاي اللي بترسم بتجمعها وعندك تحديات الدريفت والسرعة اللي بدها احتراف وتوقيت ممتاز هذا غير التحديات اليومية اللي بتكسبك أشياء إضافية وكتير أمور أخرى تقضي وقتك فيها باللعب هاي مع السباقات في عندك نشاطات صباحية ونشاطات مسائية الصباحية عبارة عن سباقات رسمية بتاخد عليها مصاري لو خلصتها وبيكون في عندك حلبات وأماكن رسمية يعني لحتى تسابي المصاري لما بتربحها بتفيدك بشراء تطويرات لسيارتك أما المسائية فهي سباقات غير رسمية تدور داخل المدينة وبين السيارات المدنية نفسها المشاركة بهاي السباقات بترفع لك لفلك وكل ما كان مركزك أعلى كل ما بتاخد لفل أعلى لكن انتبه الشرطة هون تنتشر بشكل مو طبيعي بالوقت هذا ولو مسكوك بتخسر كتير لفل خصوصا إنه منتشرين بشكل كبير والهروب منهم أحيانا قد يصبح مستحيل بل وفي مرات كنت أشعر إنه خلص ليش قاعد عمسو تعالوا مسكوني وريحوني من هالدنيا أيضا عندك نشاطات مشتركة فينك تنفذها إما صباحا أو مساءا التنوع هذا كله فعلا حلو وبيعطيك إحساس جميل يفتقد أكيد للأمور المجنونة أو الشاطحة مثل إنك تسابق سفيني ضخمي أو شي مثل هيك هاي شغلي من الأشياء اللي تميزت فيها مثلا أما المهام الأساسية ففيها أشياء مختلفة ما بتشوفها بالنشاطات اللي ذكرتها قبل شوي لكن كل هذا بكم والسباقات بكم آخر بما أنه هو الأساس وهو اللي رح تقضي وقتك أغلبه فيه متعامه قطعة النظير بأسلوب أركيدي رائع وفيزيائية الاستدامة الممتازة وتصميم الحلبات الممتاز أمور كتيري بتخلي السباقات ممتعة فعلا للأسف إنه هن ما أضافوا الريويند بس باعتقد إنه هن ما أضافوا حتى ما يجوا المتربصين ويقولوا ها قاعدي عم تقلد Metal Gear Solid V The Phantom Pain فيه شغلي أبهرتني باللعبة هاي وحاولت أظهر لكم جمالة بهذا الفيديو وتعمدت إني أتأخر بكلامي عنها لحتى تلاحظوه قبلي واللي هي ألوان العالم بدون مبالغة يا جماعة قد تكون Need for Speed Heat من أكتر الألعاب اللي استخدمت الألوان بشكل ممتاز وتدرجها واختيار أماكنها وانعكاساتها مع استخدام أضواء النيون أو النيون لايتس المبهرة فعلا وانعكاسها مساء على الأرض المبللة بالماء يجعل النظر إليها بحد ذاته تغذي بصري المشكلة اللي أكيد رح تلاحظها إذا لعبت اللعبة بالليل هو إنعدام تفاصيل العشب والرمل خصوصا لما بتحكي عن ضعف الإضاءة فرح تلاحظ بشكل واضح إنه تكستشيرز ضعيفي عكس صباحا صباحا الرمل والعشب رح يكون تفاصيله أفضل لكن بشكل عام العالم اللعبي نفسه صباحا مش بنفس المستوى مساءا بتحسه أجمل بكتير مساءا وصباحا مدري ليش حسيت وذكرني بPayback وتشعر وكأنه منسوخ من Payback مع تغييرات بسيطة هالشي هذا أعطى اللعبي طابع DLC الرغم إنه مو DLC آخر شغلي لازم أذكره هي تعديل السيارات نعم من يوم يوم ما Need for Speed اتميزت بتعديل السيارات الرائع والمجنون وهون ما في اختلاف لازالت الخيارات متنوعة وعميقة وقد تقضي ساعات طويلة فقط على تعديل سيارتك وتطويرها ومحاولة شراء الأفضل والأنسب إلها طبعا أكيد اللعبة ما أدرت بهالناحية تتفوق على منافستها Ghost Recon Breakpoint لكنها لا تزال ممتازة فعلا ومو بس هاي بل اللعبة كلها ممتازة أدرت بشكل رائع إنها تتخلص من مشاكل Payback مع الاستفادي من أساسها القوي اللي أنتج لنا لعبة سيارات أركيدي ممتعة ومميزة فعلا تقييم النهائي للعبة Need for Speed Heat 8 من 10 الرغم من وجود سلبياتها الخاصة فيها إلا أنه هالشيء لم يخفي حقيقة قوة اللعبة عموما وكونها أحد أهم ألعاب السيارات لهذا العام في ظل غياب الإصدار السنوي لأساسنز كريد تمنيت لو EA سوى قولة أكتر من هيك لأنه بتستاهل حملة تسويقية بتشبه Payback ومو بس مشان الحملة التسويقية مشان أنا لما ألعبه ويكون في لاعبين تانين يلعبوا معي أونلاين نعم لأنه كلامي بالمراجعة كله كان يخص الطور الفردة فقط أما الأونلاين فنظامه شبيه بالShared World واللي هو إنه عندك مجموعة لاعبين معك بنفس السيرفر وفينك تتسابق ضدهم أو تعملوا نشاطات مع بعضكن وهيك وأنا فعلا ما حكيت عنه أبدا لأنه ما اشتغل ما في لاعبين يلعبوا معي السباقات مثلا بسبب قلة التسويق للعبة من EA ونشرة بشكل عام بين اللاعبين في ناس حتى ما بيعرفوا أنه في جزء جديد من Need for Speed نازل اليوم فبشكل عام يعني لو حابب تلعب الطور الفردة الخاص باللعبة هاي وتستمتع فيها بتعطيك حوالي 25-30 ساعة وإذا حابب مثلا واحد من أصدقائك تلعبوه مع بعضكن وتستكشفوا العالم سوا وإلى آخره أنا شايفة تجربة سيارات ممتازة فعلا إذا لازلت متخوف من مسألة شراء اللعبي فأنا بشوف أفضل طريقة أنك تجربها بنفسك من خلال اشتراك EA Access على الإكس بوكس وون والبلاي ستيشن فو بحيث أنك بتجربها 10 ساعات وإذا عجبتك بتشتريها وبتكمل من بعد العشر ساعات اللي لعبتنا أما لو عندك بي سي فلا وضعك بالسليم اشترك بخدمة الأوريجين بـ 15 دولار وبتقدر تلعب الفول جيم لمدة شهر كامل هذا اللي أنا عملته صراحة وأتمنى كل اللاعبين يعملوه إلا إذا كنت فان لنيت فور سبيد عد وقت كلامتان وطبعا كالعادي الأهم هو رأيك عزيز المتابع لا تنسى تكتب لي بالتعليقات شو رأيك باللعبة إذا عجبتك ولا لا وإذا لسه ما لعبتها هل أنت متحمس تلعبها ولا لا أتمنى تكون هاي المراجعة عجبتكم واستفدتوا منها واستمتعتوا فيها لو صارت كل هالأمور هاي لا تنسون من اللايك إذا عجبكم الاشتراك بالقناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات مشان أول ما نزل فيديو يوصلك إشعار على جهازك شكرا كتير لكم على المتابعة ونشوفكم إن شاء الله في قادم الأيام السلام عليكم